السلام عليكم أصدقائي أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد معكم زاهر طالب بهذا الفيديو سنتعلم كيف نعيد تسمية الفيتشارات بالسوليد روكس إذا كانت مرسومة بإصدارات سوليد روكس غير إنجليزية للغة الإنجليزية بخطوات بسيطة وهذا الشيء يعاني منهم مصمم وينزل ملفات من الكراب كات أو يتعامل مع مصممين يستخدموا إصدارات تانية بالسوليد روكس أو الألمانيا وإلى آخره فبهالطريقة إن شاء الله نكون حلية للمشكلة فتعبوا أنا أبما نبدأ بالفيديو بس رجاء اشتراك للقناة إذا عجبك محتوى وشارك الفيديو مع أصدقائك حتى يستفيد الطريقة الأولى منروح على Option منروح على Feature Manager وفي عندي هنا خيار اسمه Show Translated Features Names in Feature Manager 3 فأنت عندما تفعله تلاقي في عندي اللغات اللي انت بدك ترجم في هالفيتشيرز لهاللغات اللغة اللي بدك ياه جربت هاي الطريقة بصراحة ما كتير كانت فعالة يعني عندي هون مثل ما شايفين في عندي قطعة فيها الفيتشيرات سميتها بكلمة تصميم الهندسي بعدة لغات مرة باللغة العربية مرة باللغة الصينية والثالثة بالتركي فلما فعلتها ما عطتني أي نتيجة والسكيتشات مثل ما شايفين أحروف حشوائية فهي الطريقة ما كتير فعالة فخلينا شوف الطريقة الثانية الطريقة الثانية هي طريقة الماكرو اللي ما بيعرف الماكرو والماكرو حسب تعريف شركة مايكروسوفت الماكرو هو سلسل من الأوامر المستخدمة لأتمتة مهمة متكررة ويمكن تشغيلها عندما تضطر إلى تنفيذ المهمة يعني شو يعني هالكلام انت إذا في عندك شغلة بالسولد وكسبت كل مرة بتعيده بتكرر نفسها وما لا موجود الفيتشر هاي بالسولد وكسبت الافتراضي ممكن تتعمل ماكرو هذا الماكرو كل ما حتشتها المهمة هاي بتكبس عليه بشغل لك نحنا بحالتنا هاي مهمة إعادة تسمية الفيتشرات لللغة الإنجليزية بشكل أوتوماتيكي بحيث أني ما بدي أكبس هنا هون أعمل رينام أو أرجع سمية بشكل يدوي وخصوص إذا كانت الشجرة طويلة بس إذا ما عندك أي فكرة عن الماكرو ما تكلهم امشي معي خطوة بخطوة وإن شاء الله بنلاقي حل المشلة طبعا الماكرو ما بلش الماكرو بتلاقي رابط تنزيله بالوصف حمله عندك فيه ملفين Excel وملف الماكرو فك ضغط الملفات بمكان واحد بحيث يكونوا كل ما بعضون نحنا بس نستدعي الماكرو ومنحل المشكل إن شاء الله كبس يمين بروح على toolbars في شي اسمه ماكرو هاي الماكرو شايفين فأنا في عندي هون run macro في عندي هون record إذا أنا بدي أسجل ماكرو جديد أو أنا في عندي نيو ماكرو بإطبو كتابي أو edit macro إذا في عندي ماكرو بدي أعيد عدل عليه أنا حيستخدم run macro كبس run لما كبس run macro بروح على الماكرو اللي أنا سميتهن rename أو بقل open وهو هلأ الماكرو ببدلش يشتغل لاحظ كيف عمل إعادة تسمية لكل الفيتشار فأنا لما بسخدم هذا الماكرو بعمل إعادة تسمية لـ الفيتشارات كلها بلغة إنجزية بشكل أوتوباتيكي لاحظوا كان في عندي أحرف عشوائية وهي كانت الفيتشار كلها بلغة تانية إذا أنت حبيت تشوف الماكرو تكبس edit macro تكبس على الماكرو open فبتلاقي هذا هو الماكرو طبعا الماكرو إلى عدد أقسام أول قسم هو بيستدعي ملفات الأكسل هذول اثنين بيتم استدعيهم لأنه هنا فيهم الأسماء الفيتشارات وبيستدعي بعدم منه تطبيق الـ solidworks وبيحاول هو يبدل الفيتشارات والسكتشات بحسب الأسماء اللي مجدية ملفات الأكسل فأنتي مالك بحاجة تعدل على أي شيء مثل ما هو الماكرو مكتوب جاهز إنت بس ممكن تفتح الماكرو بتقول له من هون run أو مثل ما ذكرنا إذا عندك أنت هالعملية متكررة بشكل كبير ممكن تحط الماكرو عندك هون على الـ solidworks فاكل تعمله إيقونة لح ألمك عليه هلا فتروح على نعيده الجديد كبسة أمين وكبسة أمين وبتكبس على وبتروح على الماكرو ماكرو 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 تقول له موافق وإذا حبيت تغير أيقونة إذا عندك أيقونة إلى تمام؟ بعدين أوكي أوكي لاحظ عندي صار عندي هون الماكرو صار جاهز وما في داعي كل مرة أنا من البراوزر أدور عليه فلنفرض أنا عندي هاي اسمه هيك كبسة أمين يعني فيك تعتبروا درس هكي سريع بالماكرو إن شاء الله بالمستقبل وناخد شغالات أعماق نكبس على الماكرو نعمل إعادة التسمية متوقع إن شاء الله أمور واضحة وهي مشكلة حلينها أنا بصراحة كتير بيجين هذا السؤال وهذا الجاو الوحيد الذي لقيته إذا عنكم أوجيبيتان يكتب لناها بتعليقات كان معكم زهر طالب إن شاء الله سوف أراكم في فيديو جديد والسلامات